نظم مركز عيسى التقافي ندوة فكرية بعنوان الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة والتاريخ وذلك بالتزام مع اجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحضور عدد من كبار المسؤولين بالمملكة والدبلوماسيين في المملكة واستذكرت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال كلمة لها في الحفل مواقف المغفور له بإذن الله تعالى التي شهدتها خلال مسيرتها الثقافية والعلمية حيث ذكرت بأنه شمل برعايته أول كتاب أصدرته معاليها وكان في عام 1993 الذكرت تبنيه للملف العلمي والثقافي وما ينتج عنه على الساحة لحبه للثقافة ومسؤوليته تجاهها تكريما لابن البحرين البار سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رحمه الله جاءت هذه الندوة حاملة اسمه محتفلة بما قدمه عبر سنوات طويلة لوطنه ودول جواره مثريا خلال مسيرة عطيرة مجالات الثقافة والأدب السياسة والاقتصاد الشريعة والتاريخ حضر الندوة ضيوف المملكة أعضاء الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون ونخب فكرية واجتماعية ودبلوماسية الجماعة مشكورين أنهم أصروا على عقدها رغم فوات الوقت مدة طويلة الحمد لله الحقيقة ذكرى للوالد يصرني أن يكون هذه ذكرى للوالد وما عمله وما كان يجتهد فيه من ناحية تسجيل أشياء التاريخية في البحرين وتوثيقها فهو اللي أسس النجاة الوثيقة وثكتصة أصدر كتب عن تاريخ البحرين القديم والحديث هذا الحقيقة ساهم في سد فراغ كبير وتجبيح حقائق كثيرة لهذا الموضوع نشرت وحفظت في هذه الوثاق الموجودة الكتب والوثاق والجنة الوثيقة شخصية سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رحمة الله عليه شخصية جمعت الكثير من الأشياء إن جئت في التاريخ فتجد المؤرخ الدقيق الباحث المعتمد على المصدر والذي ينزعج من أي تدخل في إزالة هذا المصدر أو تشوي هذا المصدر إن جئت في الشأن الإسلامي فتجد الشخص متسامح الذي يأخذ من مصادر شريعتنا الإسلامية الوجه الصحيح والحقيقي للتسامح والتعامل بحكمة والتعامل بود وبمحبة وأيضا إشاعة العلاقة الودية بين الناس جميعا لأن هذه رسالة ربانية وأيضا تعليمات نبوية واضحة في هذا الموضوع فالتسامح كان ديدا سمو الشيخ رحمة الله عليه إن جئت في الثقافة فتجدها أيضا رجل يعني يعتني بالمكنون الثقافي وإبراز الإبداع سواء لدى المبدعين المعروفين أو لدى الشباب وإن جئت في التأسيس ستجد سمو الشيخ حاضرا في تأسيس المراكز تأسيس المكتبات تأسيس الأمان العامة لمراكز وثائق كل هذه الأشياء تجعل شخصية سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة شخصية استثنائية خليجية عربية إسلامية ندوة الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة والتاريخ ندوة حملت في طياتها أهمية بالغة لكم ونوع ما قدمه الراحل من علم غزير وثقافة واسعة ساهم من خلالها في تأسيس بنية ثقافية وأدبية كبيرة طالت مختلف المجالات في عدد من دول المنطقة الشيخ عبد الله بن خالد شخصية بحرينية تاريخية مؤثرة في تاريخ البحرين وهو من مؤسسي المركز الأمين أيضا له مكتبة تاريخية وطنية تحمل بين دفاتها العديد من الكذب التاريخية وأيضا له مؤلفات الشيخ عبد الله ترك موروث فكري وتاريخي للملكة البحرين ونحن اليوم نحتفل وملكة البحرين تحتفل بهذه المناسبة الشيخ عبد الله مهما قيل ومهما صنع له فهو قليل في حقه سمو المغفور له قامة كبيرة من قامات البحرين يعني اللي لا يمكن أن يمر التاريخ عليها وينساها الشيخ عبد الله بصماته وأعماله الكبيرة والكثيرة لا يحصرها عد لا يحصرها عد ومساهماته يعني في كل مجال من مجالات الشؤون الإسلامية السياسية الاقتصادية الزراعية الشيخ عبد الله مساهماته يعني لا يعني لا يحصرها عد استحاله فهذه شيء نقطة من بحر من رد الجميل لهذه الشخصية الكريمة الفاضلة حقيقة نحن سعاداء جدا بهذه المشاركة في هذه الندوة الكبيرة لهذه الشخصية التاريخية المميزة شخصية لها دور كبير في الجانب الثقافي والجانب العلمي والجانب السياسي وحقيقة نحن مهما تحدثنا عن شيخ عبد الله لن نوفي حق أبدا في كلمة فنسأل الله المغفرة والرحمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مملكة البحرين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه اللقاءات الطيبة دائمة ومستمرة تضمنت الندوة مشاركات نوعية وأوراق عمل تخصصية قدمها نخبة من الباحثين والمختصين في علوم التاريخ والثقافة بمشاركة عدد من مراكز الدراسات والوثائق في دول الخليج أكدوا خلالها مآثير ومناقب الراحل ودوره في دعم الحراك التاريخي والثقافي في المنطقة شخصية تاريخية نادرة قدمت لمملكة البحرين ولدول جوارها الكثير والكثير فشخصية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة شخصية تعد علما من أعلام المملكة في مختلف المجالات الثقافية والسياسية الاجتماعية والاقتصادية والدينية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين يتبعوني الثقافية ترجمة نانسي قنقر شكرا